الجمعية العمومية لما بتصنع قرار الأصلح الأصلح بيدي قوة لنزاهة العمليات الاقتصادية داخل المؤسسة ده موضوع تاني فانت داخل على مؤسسة عارف ان عندها معدلات من النزاهة والشفافية في إدارة عملياتها التجارية لانها عندها سلطة بترائبة وهي الجمعية العمومية فالجمعية العمومية عشان كده يمكن احنا على الرغم ان حضرتك بتديت بحاجة مهمة جدا انا يمكن خارج حالا دلوقتي من النادي لان كان عندنا اخر ندوة في هذه الانتخابات ندوة كابتن محمود وبالامس ايضا كان عندنا في الشيخ زايد ندوة الاستاذ خالد لكن كنت حريص لان هنا انا كراجل بقى بتاع اقتصاد واستاذ في هذه الجزئية ده مهم دور الجمعية العمومية هي الامان لقوة مستقبل النادي الاهلي في الاربع سنين اللي جاي قوة المستقبل ده يمكن انت عندك مجموعة من الشركات هذه الشركات برضو البعض بيتعامل مع الشركات على انها شركات مساهمة وتستهدف الرب بس تظل قوة تأثير الجمعية العمومية قائمة لان الجمعية العمومية لهذه الشركات هي مجلس ادارة النادي الاهلي الممثل للمساهمين والملاك وبالتالي الجمعية العمومية بتاعت النادي الاهلي تظل هي سلطة الرقابة على كل العملات اللي بتتم فاحنا محتاجين الجمعية العمومية تتواجد ايضا يوم الجمعة ان شاء الله القادم باذن الله بقوة بنفس قوة الانتخابات الماضية عشان تصنع قوة المستقبل لنجاح الشركات طب نجاح الشركات ده هو اللي بيبعكس النجاح فيه ارض الملعب يعني انا يمكن كان الضيف الكريم الاستاذ خالد عبدالقادر اللي احنا بنكنله كل احترامه وتقدير في الحقيقة قال لحضرتك اساس الموضوع كله في الرياضة دلوقتي انك انت عندك قوة اقتصادية تقدر تعملك التلات حاجات التانيين تقدر تعملك النجاح على ارض الملعب البطولات اللي انت حضرتك النهاردة زي ما حضرتك ذكرت كده الميزانية الضخمة دي لو لم يكن امتلك النادي الاهلي ميزانية ضخمة لم يكن هناك نجاح على ارض الملعب عشان برضو الناس تبقى متخيلة الدواير دي بتمشي وتتركب مع بعضها ازاي عشان تقدر تسافر بطيارة خاصة لازم يكون عندك تدفقات مالية ضخمة جدا عشان تقدر تعمل الرعاية الصحية والطبية وتلتزم بيها ويمكن الحمد لله لما تيجي تحلل حجم الاصابات بتاعت فيروس كورونا للعيبة النادي الاهلي تقدر تحللها وتقدر تعمل فيها معاملات ارتباط ما بين القوة المالية اللي كانت موجودة لانك قادر توفر غرف فردية عشان عندك تمويل كويس قادر توفر طيران خاص يمكن على الرغم على الرغم على الرغم من ان التحدي الرئيسي اللي واجه فريق النادي الاهلي لكرة القدم في البطولة اللي فاتت بتاعت الدوري هو الارهاق العنيف اللي تعرض له اللعيبة على الرغم من احنا كنا قادرين نعمل كده بقى ما بالك لو احنا ما كناش بنسافر بطيرة خاصة في غرف موجودة التجهيزات الطبية والفسيولوجية بتاعت الاستشفاء اللي قدر الفترة اللي فاتت مجلس الإدارة نجح في انه يعمل هذه التجهيزات ويوفرها لفريق كرة القدم ما انا بدي مثال بس الكرة القدم على اساس ان الجماعير كلها بتبقى عايشة هذه الحالة والجامعية العمومية ايضا على الرغم من حرص الجامعية العمومية لانها داخل اسوار النادي الاهلي بتبقى حريصة على متابعة كل اللعبات فاعتقد ان نجاحات المالية الضخمة دي هي الاساس الدور الرئيسي للجامعية العمومية في ضمان قوة هذه التدفقات في المستقبل عايزة في الاربع شركات يمكن كنتوا بتتكلموا في الحالة عندنا دلوقتي الحمد لله اربع شركات شركة الاهلي الانتاج الاعلامي شركة الاهلي المنشآت الرياضية شركة الاهلي الخدمات الرياضية شركة الاهلي لكرة القدم وعندنا اربع افرع المقر الرئيسي التاريخي بالجزيرة عندنا مقر مدينة نصر عندنا مقر زايد وعندنا ايضا الان مقر التجمع بالاضافة الى المقر الخامس في الاقتر والمقر الصيف في مطروح والمنتجع في مطروح فالنهاردة انت عندك مؤسسة ويمكن ده كان واحد من الحاجات المميزة للنادي الاهلي في ملفه للترشح لجائزة محمد بن راشد